الموضوع وين تأخذ مسار حياتك العملية في الفترة القادمة من بعد ما تحدث رحلة التغيير هي بيدك أنت لا تلوم الأخرين ولا تحط القوة هنا القوة الساحر في يد الصلاجان أنت اللي في يدك أن تأخذ الموضوع الجديد وين محبيت هنا كأنما مثل ما قلت لك مطلوب منك طاقة التأني فكر قبل ما تنفذ فكر الحين أن انتهيت من القديم رح أدخل في الفرصة الجديدة وين أريد شنو أريد أحقق وين أريد آخذها هل أريدها تكون ناجحة فقط على المحليا أريدها أن تصل إلى النجاح على مستوى الدولة نجاح على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم وين أريد آخذها هذا هو السؤال المهم اللي لازم تطرحها عشان توجهنيتك وقاربك في هاي الجهة وآخر شي عشر الأخصان كرت برج الحوت العالمة الهاي بريستس وهي حافظت الأسرار مثل ما قلت لك يا برج القوس أنت هنا قاعد تتحمل تتحمل الكثير وقاعد حتى ما تعبر هنا داخل في طاقة ما تعبر عن مقدار الألم مقدار التعب اللي أنت تمر فيه برج القوس مش من الأبراج اللي يشتكي في أبراج كثيرة تابعون تعرفون طبيعة الأبراج؟ شوف الكومنتات اللي يكتبونها أصحاب الأبراج تحت كل فيديو رح تفهمون طبيعة الأبراج اقروا ما تحت الكلام إذا شفتوا طبيعتهم كثرة التدمر اعرفوا أن هذلين الأبراج من النوع اللي يشتكون أنت ما تشتكي هنا يا برج القوس وهو فعلا طبيعتك ما تشتكي ولكن مش معناته أن معاناتك أقل من الآخرين بالعكس أنت تحملت الكثير وحان الوقت لتظلم تمسك بالقديم لأن حان الوقت أن تأتيك الفرصة الجديدة إذا تعطيك ما تستحق لا تخلي الآخرين هنا يقولون لك ويملون عليك شنو اللي أنت تستحقه خصوصا إذا شافوك في الفترة القادمة دائما جيبك مليون من الأموال الأموال يأتونك بالراحة المناصب والآخرين دائما هم اللي يطلبونك عندك طاقة الآخرين رح يطلبونك في الناحية العملية في الفترة القادمة لا تستغرب هذه ثمرات صبرك أنت صبرت وتحملت طبعا التحمل هي من طبيعة الأبراج الترابية ولكن أنت صبرت وتحملت قمت بما يجب أو دفعت اللي عليك عشان تأسس لنفسك بداية جديدة الله ما كتب له هاي البداية أنت نمو أو الظل قائمة ولكن تأكد أن تحت هذا كله بداية أجدد شوف الكرتات اللي تحت هي اللي توضح لنا في شي توه تحت التربة الزرعة لما كنت توه تريد أن تثمر أول ما تبتدي تكون تحت التربة خلال هذا الشهر أنت وضعك رح يكون توه تحت التربة توه زرعة مش تعدة أن تشق طريقها إلى النور فلا أنت تحبسها هني عندك شوية طاقة الحبس أو تريد أن تقاومها عندك طاقة مقاومة لا تقاومها لا تقاومها خلك منفتح في كرت السحر هني أشوف لك طاقة العالم هو قوقعتك يعني العالم في يدك وإنما تريد تأخذ حياتك العملية قادما رح تقدر الأمور سهالات طاقة الماء دائما في الحياة العملية هي طاقة التسهيل تسهيلات قادمة في طريقك فلا تفكر شلون رح أسوي وشلون رح أصير اللي في بالي كل الأمور والأبواب رح إن شاء الله تنفتح في وجهك باب تلو الآخر حان الوقت لتحصد ثمارات تعبك اللي بعد رح أشوف يا أعزائي الجانب العاطفي طبعا هذي القراءة العاطفية رح تكون عامة مش خاصة بالمرتبطين أو المنفصلين أو غيرها القراءات التفصيلية رح إن شاء الله تكون خلال شهر يونيو خلا نشوف وضعك أو طاقتك العاطفية لهذا الشهر شهر ستة أول كرت عشرة الأكواب راضي بنصيبك راضي ما أشوف عندك طلبات تعجيزية مع الشريك وحتى تجاه الشريك جدا قنع العربة مثل ما حياتك العملية للتسهيلات رح تأتيك في دربك هنا أشوفك أنت تقدم للشريك تسهيلات تحاول أن تسهل العقبات اللي موجودة احتمال موجودة أمامكم عشان ترسطبطون كرت برج العقرب هل هو برج العقرب هو العقبة يمكن أم الشريك أمك أنت أحد الوالدين من برج العقرب لأنه هناك أنما أشوف شخص واقف بالمرصاد لكي يمنع أو يؤخر على الأقل الارتباط والاجتماع بينكم الخماسيين نعم شفت العرباء العرباء دائما تتوجه بسبب قوة اندفاعها فيها حصانين تتوجه بشكل مباشر في شخص واقف أمامك أنت والشريك يحاول يمنع يأخر يحط كنترول على هاي الارتباط الاجتماع السعادة اللي موجودة ومكتوبة لكم أنت والشريك النصيحة والحل الوحيد تجاه أولئك الأشخاص أو هذا الشخص بالذات الالتفاف شفته وين واقف تلتف حوله يعني أيضا بمعنى آخر ما تواجهه وما تضيع أي طاقة وجهت في مواجهة هؤلاء الأشخاص لا تعيرهم أي اهتمام وطاقة وآخر ترج عندنا العالمة مرة أخرى هل مطلوب منك أن شوي تكون كتوم؟ نعم برج القوس من الأبراج الصريحة اللي دائما تلاقي عنده الجواب لكل أسئلتك يقول اللي في قلبه على لسانه واللي في لسانه على قلبه كأنما أحس أنه شوية نصيحة لك خصوصا مع الشريك أو بخصوص وضعك مع الشريك كن متكتما ليش تكون متكتم؟ أشوف كأنما هني هذي كرت السعادة الكاملة رح تحصل على مرادك وبسرعة ليش أقول لك بسرعة عندنا؟ ليس حصان واحد حصانين السرعة وبقوة وبمستوى حتى قوي يعني حتى لو كان بصير الارتباط ما رح يكون فيه ارتباط أي كلام رح يكون على مستوى برج العقرب هنا دائما هو برج أن الأمور تحدث على مستوى كبير حتى لو ما كان فيه أشخاص واقفين بين الارتباط هذا الكرت يقول لي الأمور رح تحدث على مستوى كبير يعني ارتباطكم أو سعادتكم انتقالكم لمنزل جديد رح يكون خبر يهز مثلا الحي بل لذلك مطلوب منك وانت مع شريك شوية تكتم تكتم على الخير القادم في طريقكم خلا نوضح الكرتات عشر الأكواب عندنا هنا النجمة برج الدلو احتمال أحد من برج الدلو يساعدك من أهلك عشرة الأكواب هو كرت اجتماع العائلة أيضا فإذا في أحد من أهلك أو من أهل الشريك هو من برج الدلو رسالة لك أن تثق فيه أو تسمح له على الأقل أن يساعدك تسمح له أن يساعد إذا كان هو يعرض خدماته كأنما أشوفك أنت مع الشريك رح تملرون بمرحلة جميلة انتقالية تنتقنوا إلى منزل جديد أو ترتبطون في بداية التخطيط للارتباط فخل برج الدلو على بالك تأثيره أتوقع رح يكون إن شاء الله جدا إيجابي العربة في كرتين هني عندنا انقلب كرتين عشر الأغصان مثل القراءة العملية إننا إحنا خلاص هذا الحمل الثقيل نضعه نرتاح لأننا خلاص الاجتماع الكوبين الاجتماع بيننا وبين الشريك على الأبواب الحمد لله أن الكثير من القوسيين رح ينالون منالهم أو أمنيتهم النجمة هو كرت الأمنية أمنيتهم قادمة في الطريق مهما كانت أمنيتك تمنى هذا هو شهر التمني الفول مثل ما قلت لك الالتفاف عدم المبالغة في الحديث وعدم المبالغة في الوضوح وإن كانت طبيعتك نعم واضحة لا شوية حاول هنا دائما الأحمق شخص أشوفه يخبي ويقول أنا ما عندي أي شيء أخفي في الأجل ذلك أن تفصح بالكثير عن المعلومات لا هذا الفترة كن فخورا أن يكون عندك أشياء خاصة فيك بينك وبين الشريك وتخفيها عن الآخرين لا تكون منفتحا أوكي وآخر شيء الخماسيين الأثنين ثمانية السيوف ثمانية السيوف هنا تقول لي أن إذا في أي شخص يريد أن في أشخاص هنا يريدون أن يحفرون لك حفرة أنت رح كأنما تحس الأشخاص اللي يحاولون يوقعون بينك أو يخربون عليك عملية الارتباط عملية الانتقال السعيد هؤلاء الأشخاص مثل ما قلت لك في البداية التف حولهم وخلهم هنا يشوف العصابة على عينهم شنو ترمز العصابة عدم القدرة على الرؤية ولكن مش أنت اللي تسوي الشيء هذا أو تقوم به جسديا ثمانية السيوف هي دائما مرحلة ندخل فيها باختيارنا الخاص شلون يعني تخليهم ما يقدرون يصلون لك لا أنت ولا الشريك ما يعرفون أخبارك ما يعرفون التطورات اللي قاعدة تصير في حياتك ما يعرفون العربة هذة اللي بينكم وين وجهتها القادمة وين راح تختارون منزلكم الجديد من وين راح تأثثون منزلكم متى موعد الزواج عليك أن تتركهم في وضع منفصلين وفي وضع تخليهم في الظلام في الظلام ما عندهم أي معلومات أو حتى قدرة أن يصلوا لمحيطك أو محيط الشريك هذا المهمة تقع على عاتقك أنت يا بروت القوس خلك استعينوا على أموركم بالكتمان خلال هذا الشهر خصوصا لما يكون قادم في طريقك شي جدا جميل أخر كرت العالمة تسعة الأقصان تسعة الأقصان مثل ما تعرفون هو كرت أن أصنع ما بقى شي التسعة بقى القليل ذهب الكثير بقى القليل مستعد أني أتحمل وأصبر لحد ما أصل إلى مرادي أصل للشيء اللي في بالي وأيضا هو كرت الحائط اللي نبني بيننا وبين الآخرين نمنعهم من الاقتراب هذا أيضا علامة ممنوع الاقتراب ممنوع الاقتراب بعد هذه النقطة حط حدود في الفترة القادمة أنت بحاجة إلى أن ترسم مخطط وحدود مثلا أهلي وأهلك اتفاق هنا عندنا الخماسيا أهلي وأهلك لأي درجة مسموح لهم يعرفون عن علاقتنا وشنو نوع التطورات اللي مسموح لنا نخبرهم فيها وشنو الأشياء اللي نحتضل فيها أنا والشريك لنفسنا العالمة الاحتفاظ الكتمان الاتفاق أيضا عندك كأن ما أشوف رح تمر بفترة جدا متفق فيها مع الشريك وقاعدين تخططون لحياتكم القادمة أوكي هذه كانت قراءتك العاطفية قراءة جدا جميلة وطاقة جميلة يا برج القص هنا رح ننظر الأخبار القادمة في طريقك سواء أنت بانتظار الموافقة على تأشيرة نتائج فحوصات أي نوع من الأخبار اللي أنت بانتظارها رح إن شاء الله نلقي نظرة إليها دخلنا نشوف اشتركوا في طريقا السلطين سواء السلطين 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 الأخبار القادمة القمر فارس السيوف الخماس الصغير تسعة الأخصان مرة ثانية وثمانية الخماسيات الأخبار القادمة في طريقك في خبر موافقة مبدئية الخماس الصغير هو كارد أشوفه على أساس أنه موافقة مبدئية ولكن موافقة تأتي بشروط تأتي بأنظمة ولوائح مثلا موافقة على مشروعك ولكن في شروط مالية مع البنك إجراءات لازم تقوم فيها عشان يحدث هذا المشروع على أرض الواقع مثلا موافقة من الشريك حتى على الحمل ولكن في شروط لما يصير الحمل نربي أبنائنا بهاي الطريقة موافقة مثلا على الفيزا والتأشيرة ولكن في شروط لازم تجلب نوع معين من المال لازم تجلب معاك شهادات الخبرة لازم تقوم باختبار شخصية معا شروط معا شروط هني عندنا كارت برج الحوت أصبر وتحمل برج القوس أنت عزيزي من الأبراج اللي في قلبك على لثانك واللي في لثانك هو يوضح اللي في قلبك فهني كأنما حاول أن تستوعب هذه الشروط لا تعترض لأنه ما في فايدة من الاعتراض كأنما هني قاعد أشوف الشروط اللي راح تنحط عليك هذه الشروط مجرد عشان يضمن فيها الطرف الثاني حقوقه الطرف الثاني مر بتجارب سيئة ممكن يكون شريكك ممكن تكون جهة رسمية مروا عليهم أشخاص سيئين أخلوا بالاتفاق فعلى دورك أنت على حظك أنت راح يكون فيه شروط خليك مرن طاقة الماء هي طاقة المرونة خليك مرن لا تعترض اطلع شوي من طاقة النار طاقة لعنات وادخل في طاقة الماء اللي تقدر تستوعب أي شخص وأي شي قادم في طريقك وتحاوله وتشكله على مزاجك لأنه عندنا في النهاية ثمان الخماسيات ثمان الخماسيات تقول لي هني العجلة مرادك العجلة اللي تحاول أنك تحركها الشي اللي تحاول أن تصنعه فيه شي انت هنا تحاول أن تنتجه ممكن فيه مشروع ممكن حتى داخل المنزل في شي تحاول تنتجه تخلقه عندك مو موجود حاليا تب توجده معتمد على طريقة أدائك واستفائك لهذه الشروط فخليك مرن عزيزي وراح أسحب لك كرت أخير تبع الرسالة التحذيرية لهذا الشهر أو الرسالة التنبيهية خلي نقول ما الذي يجب أن تندبع إليه في الشهر يونيو هذا كرت برج الحوت القمر وأيضاً العالمة اللي طلع من شوي كرت برج الحوت كرت الكتمان كرت الغموض لأن الأعين عليك أنت هنا تعتقد أنه فقط أنت والشريك أو أنت وشخص معني رح تخوضون الأمر أو هذا الشهر ولكن فيه طرف ثالث 2 زائد 1 ثلاثة الواحد أصلاً موجود لحالة يبين لك أنه فيه طرف ثالث ممكن تكون جهة رسمية ممكن حتى مدرائك ممكن يكونون أعداء يمثلون أنهم أصدقاء ممكن يكونون أي شخص أعينهم عليك كأنما هني يترقبون ينتظرون منك الزلة ولكن في نفس الوقت أنا قاعد أفسر لك أول شيء طاقة الرقم ولكن طاقة الكرت نفسه طاقة ملك النسور ملك النسور أو طاقة النسر بشكل عام هي طاقة الحماية الحماية الربانية نعم الحماية الربانية رح تكون متوجهة أو محافظة أكثر عليك خلال هذا الشهر لأنك كأنما تريد أن تتبع جيدة want أعني سفعل الحماية سفر لوكا شكرا